اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذه النشرة فالت مصادر يمنية باكتمال سيطرة الجيش الوطني على مديرية نعمان ومديرية ناطح في محافظة البيضاء وتتولى المقاومة الشعبية القتالة ضد مليشيات الحوثي في جبهة داخلية اخرى وثينهما فقالت المصادر ان الجيش وبإسناد من مقاتلات التحالف اقتحم بعض تحصينات الحوثيين الجيش اليمني يتقدم في اطراف البيضاء فيما تظهر جبهة قتال داخلية ما ينبئ على الغالب باستعادة المدينة قريبا البيضاء الواقع وسط اليمن استعاد فيها الجيش الصيدرة على مديريتين هما نعمان وناطع من اصل عشرين مديرية فيما اندلعت مواجهة بينه ومليشيات الحوثي في مديرية الملاجم فيما تولت المقاومة الشعبية منفردة القتال ضد المليشيات في جبهة داخلية متفرقة ابرزها مديرية الزاهر وذناعم تطور عسكري يعتقد خبراء انه قد يسهل استعادة المدينة خاصة وانها لم تكن يوما حاضنة فكرية للحوثيين امر ان تحقق فان الجيش ووفق خبراء عسكريين سيتقدم الى ضمار شمل غرب البيضاء ما سيقطع الطريق الرئيسي الرابط بين الصنعاء والمليشيات الموجودة في اب وتعز جنوبا هذا في البيضاء اما في نهم فلا تبدو الصورة مغايرة كثيرا مصادر تقول ان الجيش وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية اقتحم خلال الساعات الماضية بعض تحصينة المليشيات فيما دارت بين الطرفين معارك عنيفة في منطقة مصورة احد اهم معاقل الحوثيين المتبقية في نهم صار ابن عيشوبا الحدث وتتجه الانظار الى محافظة البيضاء بعد تحرير محافظة شبوى قراءة في اخر التطورات مع الزميل محمد العرب موفد العربية هذه صور لعملية قنص لاحد عناصر المليشيات في مديرية الزاهر الحميقان وهي المديرية التي تسيطر المقاومة الشعبية على تسعين بالمئة منها وهذه اشتباكات في وسط مديرية نعمان بعد انهيار المليشيات هناك شبوى تحررت بالكامل والان المقاومة والجيش على اطراف البيضاء ونحن وراءهم باذن الله نتجهين الان بالقوة كامل على البيضاء وان شاء الله نحررها الى اليمن كامل اليمن هي يمن عربية مش يمن ايرانية احنا نوعدكم بوجود الابطار بوجود كل الشرفاء اننا وراهم وراهم لا اننا مكان محدد او اننا مكان جغرافي محدد ابدا ابدا احنا ورا الحوثيين حتى نهاية الشرعية في محافظة البيضاء تسيطر بالكامل على مديرية مسورة ومديرية ناطع وعلى تسعين بالمئة من مديريات الصومعة ونعمان والزاهر وتتقدم في مناطق من مديرية الملاجم تحت غطاء جوي من طيران التحالف الذي يقطع خط الامداد الى الميليشيات المنهارة القادمة من مديرية رداع معقل الميليشيات سيطر الشرعية على اجزاء كبيرة من البيضاء في جبهة الحازمية وجبهة مكيراس جبهة الزاهر وجبهة ديناعم وجبهة طياب وجبهة الوهبية العبدي وجبهة كيفة ندعو ابناء محافظة البيضاء المشايخ والعقال والشخصيات السياسية والاجتماعية بالانتفاضة على الحوثيين لا يوجد للميليشيات حواظن اجتماعية أو عقائدية في محافظة البيضاء وهذه صورة توضح رفض أطفال المدارس وجود الميليشيات بطريقتهم الخاصة حيث رفضوا ترديد شعار الميليشيات ورددوا الشعار الشعبي بالروح بالدم نفديك يا يمن لقناتي العربية والحداث محمد العرب ويبقى معنا الزميل محمد العرب من مديرية نهم موفد الحدث أهلا بك محمد والتطورات الميدانية التي تتابحها على جبهات القتال المختلفة تفضل نعم ربما نبدأ بالخبر العاجل والأهم هذا اليوم وهو اشتباكات في علاف التابعة لمديرية سحار التابعة لمحافظة الصعدة حيث حدث اشتباكات بين المواطنين من جهة والميليشيات من جهة قتل على أثرها قيادي بالميليشيات وقتل اثنين من أبناء القبائل هذه المنطقة التي تحسب أنها تحت سيطرة الميليشيات 100% أول مرة يحدث اشتباك منذ بداية عاصفة الحزمة ومنذ بداية الانقلاب لحد هذا اليوم وهذا يعتبر خبر مهم بالنسبة لقراءة للمشهد اليمني في صعدة طبعا هناك تقدم إلى عمق صعدة قادم من الجوف جنود المنطقة العسكرية السادسة أمنوا الهضاب على الحمراء وأمنوا أيضا ما تبقى من الطريق الدولي الرابط بين الجوف صعدة ومنفذ الخضراء في المملكة العربية السعودية على التقدم الآن المنطقة العسكرية السادسة تحقق كماشة بأربع ألوية في جهة كتاف البقع ويقابلها أربع ألوية في الجوف باتجاه صعدة المركز أما بما يخص التطورات في صنعا فيبدو أن الاشتباكات في مسورة أفضت إلى تعزيز المكاسب العسكرية المتحققة في الجنود المنطقة العسكرية السابعة قبل قليل قصفت مدفعية التحالف مناطق وتحصينات في صرواح وهو الملقبة ببوابة صنعا حيث كسر الجيش الوطني حالة الجمود في هذه الجبهة بتحقيق تقدم ملموس على الصعيد الجبلي أما في البيضاء فنستطيع أن نقول الآن أن نعمان وتلفظ نعمان محررة بالكامل وناطع محررة بالكامل الملاجم تقدمت إلى ما بعد موقع الثعالب أما المديرية المسورة صنعا تختلف عن مسورة البيضاء أما مديرية المسورة في البيضاء فهي محررة بالكامل تبقى جزء بسيط من الزاهر آل حميقان وجزء بسيط من الصومعة لتعلن خمس مديريات في البيضاء محررة لم يتبقى للميليشيات سوى رداع رداع أجزاء منها تعتبر حواظ فكرية وعقائدية بالنسبة للميليشيات والطيران يتكفل بقصف كل التعزيزات البشرية أو الأسلحة التي جاءت من رداع طوال اليوم الماضيين نعم يعني محمد كما نتابع يبدو أنه إعلان محافظة البيضاء محررة بالكامل قريب يمكن اعتبار الآن الميليشيات تتواجد في أجزاء من رداع وهي تسيطر بشكل كامل تسيطر على بعض شبكة الخطوط الرئيسية في البيضاء لكن اليوم المقاومة من الداخل والجيش الوطني جنود المنطقة العسكرية الثالثة من الخارج هم من يحاصرون الميليشيات وليس العكس لا سيما اليوم طبعا صدر قرار بتعيين عبدالرب الأصبحي وهو من أبناء البيضاء قائد لمحور البيضاء وفي ذلك إشارة واضحة أن الملف سلم بالكامل لقبائل البيضاء ليتم حسب المعركة هناك نعم معارك الساحل نعرف عنها شيء معارك الساحل طبعا السيطرة على الخوخة والاتجاه نحو التحيطة والجراحي أصبحت مسألة وقت ليصل إلى النقطة 16 أو الكيلو 16 عندما تصل طلاع الجيش الوطني هناك والتحالف إلى الكيلو 16 بذلك يمكن القول أن الحديدة أصبحت مخاصرة بشكل كامل برا وليس لديها إلا منفذ على البحر وبذلك يمكن أن نقول أن ميناء الحديدة أصبح هدف مشروع وقادم للتحالف والشرعية نعم شكرك جزيلا الزميل محمد العرب مفد الحدث كنت معنا من مديريتهم من أجهة أخرى أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن عمليات الإسناد الجوي والدعم اللوجستي لقوات الشرعية أسفرت عن تقدم كبير في جبهات القتال وتدمير آليات ومخازن أسلحات تابعة لميليشيات الحوثي حصلت عليها من إيران تقدم للشرعية في جبهات عدة بدعم التحالف الذي واصل ضرباته المركزة من خلال طائراته ومروحياته لأعطاب قدرة الميليشيات المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي نوها إلى الاستمرار في قصف المجامع العسكرية وعربات الإمداد ومخازن الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق الصواريخ الحوثية المتحدث باسم التحالف دعم الشرعية أعلن أنه تم ضبط أسلحة إيرانية بحوزة الحوثيين ما يؤكد استمرار تهريب السلاح في انتهاك واضح للقرارات الدولية وأظهرت صور للتحالف أحد عناصر الميليشيا يحمل صاروخ سام سبع الذي لم يكن موجودا قبيل الانقلاب بعد إطلاق الصاروخ في 19 ديسمبر الصاروخ الباليستي الإيراني من نوع قيام على مدينة الرياض قامت قوات التحالف وبمتابعة مستمرة من تحديد بعض المناطق التي تخزن فيها الأسلحة الباليستية وكذلك صواريخ أرض أرض كما تشاهدون استهداف نقاط القصف هذا الجزء الأول كما تلاحظون تم تدميره اللاء الحمد في السياق نفسه أكد التحالف استمرار النقل وإيصال الإغاثة والمساعدات وتسهيل وصولها إلى كل المناطق فيما تصل المساعدات عن طريق الجول المحاصرين المواد الغذائية من قوات التحالف المشتركة لبعض المناطق المحاصرة بالداخل اليمني كما تشاهدون إحدى طائرات السيوين ثيرتي بمرافقة الطائرات المقاتلة تقوم بإنزال مواد غذائية لازمة للمحتاجين إليها بالداخل اليمني وهذا يعبر عن التزام التحالف تقديم كل الجهود لتقديم المساعدات للشعب اليمني التحالف جدد التأكيد على استمراره في مواجهة الانقلابيين حتى يعود اليمن إلى حضن الشرعية ميس الحربي الحدث